دكتور حسين الدكتور علي أن هذه المظاهر هي مشكلة متراكمة للتعليم الابتدائي للتعليم الثانوي إذا وصلت إلى الجامعة وهي مشكلة المؤسسات التربوية التي أصبح عملها مركب لتربية وتعليم لدرجة الأساس لكن أحب أن أبين أنه متشار هذه المظاهر السببية سببها تهامل رؤساء الأقسام في رد المتجاوزة والمنحج هناك رؤساء الأقسام لا يمتلك القيادة أو غير مؤهر قياديا أن نكون رئيس السن أو هو خائف يعني خائف على منصبه خائف من الطالب أنه ممكن أن يشتكي على يعني في عمات التعليم المسألة هي أساساً يعني أحد أسبابها أنه تهامل رؤساء الأقسام في ردع الإجراض يعني الطالب المتجاوز إذا لم يردع فهذا يصبح نموذج للآخرين يججع الآخرين في هذا المسألة الشيء الآخر أيضاً تهامل التدريسي في حقياً هناك بعض التدريسين يعني لا يجعل هناك خطوط حماء بينه وبين الطالب يعني يصبح هو والطالب حالة واحدة فالطالب يععمل هاي المسألة يعني يعني يرى هذا التدريس الفلاني إنه يسلك مع سلوب كأنه هو زميلة وينحدر إلى مستوى فالطالب يععمل يقول كل التدريسيين أنفس المستوى ولهذا ما يران التدريسي تجاوز التدريسي آخر متهامل في حقه يعني يعتبرها شيء عادي فهي هاي المسألة يعني إذا مسألة ما هي الأسباب غياب الإجراءات الرابعة من قبل رؤساء الأقسام وشيء آخر تهامل التدريسي في حقه يعني ما هناك تجاوز يحصل اثنان محاضرة أو كذا أو غيرها لا يردع إذا هذا يستمر فعموما يعني حبيتنا نركز على ما هي الأسباب وراء يعني استمرار هذه الظواهر السلبي السبب إنه ليس هناك إجراءة رادعة من الرؤساء الأقسام وليست مختصرة بمسؤولة التدريس وإنما هي جانب إداري جانب إداري درجة السلبي